وجعنا معكم الستيديو تشاي الضحة ونكملين معكم من خلال فقراتنا يعني أسماء شفنا من خلال الفقرة اللي طافت الموضة حتى دخلت في الدزة يعني صارت مضطورة وفيها لمسات وذوق المرأة ما شاء الله دائما مميز في كل شيء الموضة دخلت بعالمنا بكل شيء حتى بالأسنان يعني صارت الناس مثلا حين شنو الهبة اليديدة بعالم الأسنان قمنا نروح لها مثلا ابتسامة هوليوود أو أفضل الأمور اللي وصل لها الطب ولكن هذا شيء حسا يعني حلونا الواحد يهتم بنفسها ترى فعلا يعني سيدة تهتم بهذه التفاصيل يمكن اليوم تكلمنا عن الأزياء قبل شوي عن الدزة والاستقبال وغيرها من أمور تهم المرأة فهذه الفقرة مع ضيفتنا في الستيديو رح نتكلم عن آخر ما وصل للطب في جمال الابتسامة والأسنان معنا في الستيديو الدكتورة شيرين سليمان خصائية تركيبات ثابتة وتجميل صباح الخير دكتورة من نورتنا صباح الفل حياة شاء الله معانا في شاي ضحى الدكتورة وفي البداية يعني الأسنان من نسمة عن الأسنان يمكن قبل كانت الصورة غير ترى كانت الناس تخاف لما تقول بروح طبيب الأسنان لأن اليوم لأن ينكم وحنا سعيدين لأننا ندري أن النتيجة رح تكون المفروض حلوة وتتغير الابتسامة للأفضل فأودي شوية دكتورة نتكلم عن أكثر تركيبات الأسنان الثابتة وتجميل الأسنان شو اللي دارج بالفترة هذه؟ بصي أول حاجة إحنا خلينا نقول يعني إيه تركيبات لأنه فيه ناس أصلا مش عارفة يعني إيه تركيبات يعني فيه مفاهيم طبية أو فيه مفاهيم عامة ممكن يحصل فيها اختلاط فكرة التركيبات هي أي شيء بيركب على الأسنان لازم يكون فتد مناسب لكل الأسنان تجميل يعني إيه كل شيء إحنا عايزين نجمل فيه شكل، لون، صفة، أحجام، رصة أسنان ويبقى ده كله من خلال الأسنان ممكن حتى من حجم الشفايف واللثة، اللون، شكلها وبيبدأ بقى من خلال تركيبات، من خلال زراعة، من خلال تبييد وبيبقى كل ده دارك تحت تركيبات وتجميل حلو، متى دكتورة نقدر نقول أن هذا الشخص يحتاج تركيبات حق أسنانه؟ تركيبات بتبقى يا إما بعالج سنة فيها كسور أو شكل مش مظبوط أو لون مش عاجب المريض أو لو أنا مثلا عندي عمل علاج عصب فعايزة أعمل حماية للسن لأنه فيه جزء كبير جدا فقد منه أو لو أنا عندي أصلا أسنان مفقودة فكرة أسنان مفقودة فأنا يا إما هركب تركيبات جسور أو أني أعمل زراعة وعليها تركيبات فدول تقريبا الكاتيجوري كله اللي محتاج أنه يقول لتركيبات نعم دكتورة نسمع كثير بأن لتركيبات الأسنان بعض المضاعفات أو المشاكل اللي ممكن تصير هل هذا الشي يعتمد على المراجع نفس المريض مثلا ولا على طريقة مثلا شغل الدكتور ولا على أسباب مثلا الأكل وغيرها من الأمور وعدم التفريش ودي أعرف شنو الموضوع الدقيق في هذه السالفة اللي الناس أحيانا تخاف منها اللي اتنين هي حاجة مشتركة ما بين الطبيب وما بين المريض زي ما قلت يعني إيه تركيبات هي حاجة اسمها كاستم فتت توث يعني أنا بعمل دلوقتي برد للسنين عشان السن اللي يجي يتركب لازم يبقى مزبوط بالزبط لو أنا كطبيب ما عملتش خطواتي دي صح يبقى السن اللي أنا هيجي يركبه مش هيبقى فتت على السنة وبالتالي يبقى فيه زي دكاترة كتير دلوقتي بدأوا يتطرقوا للجزئية دي اللي هي حواف التركيبات لو مش مزبوطة هيبقى فيه تراكم للأكل وبالتالي التهابات تسوس تاني السن نفسه ممكن يحصل له أي مشاكل الجزء الخاص بقى بالمريض أنه للأسف بيبقى فيه جزئية أنه متخيل أنه وان سن ركبت خلاص مش هنضف السنين دي خلاص هي لونها حلو شكلها حلو خلاص تماما هو خلاص يعني أنا ركبت دي هننطلق وانتش ده غلط إحنا أساسا السن الطبيعي إحنا لازم نحافظ دايما على تنظيفه فما بالك لما تيجي تعملي تركيبة ولو عملتي تركيبة على زراعة نفس الشيء عشان الزراعة نفسها ما يحصل لأس أي مشكلة وبعد كده تفشل حسي بي العناية مكثفة أصر عناية أكثر من الأسنة هو طبيعي بسي زي ما بتعديني مثلا إحنا مثلا كستات لما بتيجي مثلا تعملي اكستنشن لو بتعملي أي حاجة لازم تعتني فيها طبيعي فما بالك برضو الأسنان هي تندرك برضو تحت الشيء اللي لازم عناية يعني أنت عملتي شيء مكلف عشان عايزة تزباطي شيء وتحافظي عليه هي محافظة لازم دايما بشكل دوري ترجعي للطبيب تنظيفه تشوفي إيه أحدث حاجة عشان تحافظي عليها نعم يعني الموضوع رح يكون كاهتمام بالأسنان والتركيبات مختلف عن الأسنان اللي ما عليها تركيبات أكيد دي أبقى أكثر فأودنا نعرف دكتورة شنو الروتين اليومي اللي لازم يمشي عليه المريض إذا كان عنده تركيبات أهم الشيء تنظيف الصبح تنظيف قبل المتنين مش هنعود أقول ممكن تنظيف بقى كل أكلة ومرة صبح ومرة الظهر خلينا نبقى واقعيين أنه فيه ناس ممكن تبقى معها روتيني الحياة السريع ما تقدرش تعمل كل هذا فهي مرة الصبح وخليها مرة بالليل كمان عندنا فيه فكرة مش معروفة قوي أو الناس ممكن تبقى مش مركزة فيها اللي هو تنظيف بالخيط ده مهم جدا يعني ممكن أنت تنظافي بالفرشة عادي بس تعالي استخدامي الخيط هتلاقي لأ فيه بواية أكل بتطلع لأن السنة نفسها ليها جزا سورفس ليها لازم سطح فالفرشة بيبقى ليها لمت معين ما توصل حكي للأماكن اللي هي ما بين الأسنان وتشيز دي دايما بتبقى متعرف عليها هتلاقي ممكن سني سوس ما بين الأسنان تقول يا ربي تبدأ يعني زي تبقى جاية عن طريق أنه التنظيف ما بين الأسنان ما كانش معمول فالخيط وفيه دلوقتي الحاجة الجديدة اللي هي الخيط المائي صح هذا الجهاز يعني ده مهم جدا للتعكيب يعني الناس فعلا وسحل مهمة تنظيف الأسنان جدا جدا يعني ممكن تخديم عاكي في السفر في المكان لو خارجة لو بتاع تركيبات التقويم الزراعات كل دي الأماكن اللي بتنظيف تخش فيها الفرشة العادية أو الخيط الخيط المائي الحل السريع والله التطورات الطبية بشكل سريع وملحوظ قاعد نشوفها في العناية بجمال الأسنان وغيرها من الأمور فحس أنه ما فيه عذر علشان الواحد يوصل حق هذا الحالة ويخلي الأسنان توصل لحي مرحلة متدهورة وبعدين يحس بالندم أنه أنا بعالج كل الأسنان ويحوش تعب وغيرها من الأمور طيب الحين المرأة دائما تهتم بالأسنان وكل شي في عالم الطب حديث كأنه يحلي الأسنان تلجأ لأمانة المرأة صارت تواكب بالموضع خصوصا في عالم التجميل والأسنان وودنا نتكلم عن ابتسامة تلاثية الأبعاد شنو هذه الابتسامة؟ وهل هي صعبة؟ إجراءها؟ سهلة؟ لدائما نستفسر عن هذه الأمور بالعكس ابتسامة سلسية الأبعاد هي عبارة عن بروتوكول يخطط طريقة العلاج بيعتمد على إيه؟ بيحلل الفيتشورز بتاعة وش كل شخص شكل الوش الأحجام شكل الأسنان الفك عشان يديني الأسنان وشكل أسنان تصميم أسنان لايق على كل شخص يعني للأسف إحنا مدار الزمان أنه هتلاقي زي مثلا التجميل ستاتبت تقريبا مع الوقت بقت شبه بعض نفس الشيء فكرة التركيبات بقت كلها بقت شبه بعض تصميم الأسنان سلسية الأبعاد بيعتمد على أنه أنا كل شخص بعمله التصميم المناسب لي إنما يكون متشابه مع ابتسامة إطلاقا يعني خاصة فيه الابتسامة إطلاقا بالزبط خلال اللقطات اللي قاعدة نشوفها على الشاشة لاحظت حطين صور مشاهير وأيضا نصور أشخاص ابتسامتهم مميزة دكتورة يقول لك بالعيادة مثلا سيدات يقول لك أبي ابتسامة نفس ابتسامة فلانة أو نفسها الابتسامة بالضبط نصير معاكم هالشيء بالضبط ودي أنا هتكلم فيها على أساسا أنه في حاجة اسمها دلوقتي copy paste dentistry طلعة في أمريكا اللي هو دلوقتي لو أنت مثلا عجبتك يعني هما دلوقتي كمان عملوا إيه جابوا أسنان ألف سبرسلي دلوقتي أنت لو عايزاها يجيب هالك copy paste يعمل هالك عجبتك أسنان صديقتك يعمل سكان لأسنان صديقتك يعمل هالك بالضبط ولا غلطة بس أنا مستغربة يعني 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 كل واحد لها تقاسيم مختلفة صحيح يمكن ما تكون مناسبة صحيح إذا هذي تناسبني أو ما تناسبني ما هي دي بقى الفكرة في اللي هو برنامج سلسي الأبعاد أني أنا بصورك وصورك بتخش عندي على البروغرام بيجي أعمل التصميم جيتي ورتي لين أنا عايزة دلوقتي أعمل صور أكس مثلا فأوكي هعملها لك وحطها لك على البروغرام تقدري تشوفيها تقدري تشوفي شكلك تقدري تقولي دلوقتي ممكن تشوفي تقولي آه أنا عجبتني متقبلتها يعني آه أنا عايزة أروح مع الأسنان دي أو أنك ممكن تقولي لا 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 أنا فعلا مش عجباني يعني أنا كنت متخيلة أن الشكل ده هيليق علي اكتشفت أنه لا أحسن من أن أنا تيجي مثلا تقولي لي أنا عايزة السورة دي فأيجي أبرد وحقق لك التصميم ده وبعد كده بعد ما أيجي أركب تنصدمي النلق مش هو ده إطلاقا فميبقى من على البرنامج تقدري تشوفيه معايا يبقى سهبتي وهي بتعمل لها بروفا يعني الفيديو اللي عدد ده دي مريضة عندي أنا عملت لها تصميمها والبروفا على أسنانها الحقيقية شبت كانت مشكلة أنا شبت أسنانها ما فيها ويد مشاكل يمكن كانت شوية صغيرة صفة وهي أخلي بالك أساسا فيه مقاييس لأطوال الأسنان مع الشفايف يعني فيه ناس حتى النساء اللي بتجوه مثلا مع الفلر لو كتير قوي ممكن يخب بشكل أسنانك أنت كده شوهتي ما جملتيش فهي ليها مقاييس ليها نسب وبالتالي يعني هي مثلا عندها ابتسمتها عندها الشفاaven اللي الثستري محتاجة تجميل أص بسيط الأطوال لازم تطول صن يطول شوية من فوق ويطول شوية من تحت طب أنت تقدار يتعم rarely Hayat أقص لثة وأطول أو أسر وبعد كده ممكن ما يجبكيش ولا لما أعملك بروفا وبس تيجي تجربيها وبعد كده تيجي تشليها بلاستيك تلبسيها وترميها يبقى تشوفي شكلك تصورك فيديو انسبوت والله تشوفي وايد أحسن لواحد لا يغامبر خصوصا الأسناني تخيلي أسناني شبكت شنو تردينه بزبط هيا دي الفكرة بقى إن كنتي لما بتروحي يعني بالذات في التجميل هو طريق رايح لا في خط رجعة إطلاقا فهي دي بقى زي يقولوا إيه حارة الأمين نس دكتوري أنا أحس ما شاء الله في عالم تجميل الأسنان صار في تطور وكل يوم هبة يديدة وطريقة يديدة في الخطة وفي طريقة أيضا النتائج والمواد والأجهزة اللي قاعد تستخدمونها وهالشيء أكيد يطلب منكم أنكم متواكبون هذا التطور من خلال الدورات وأيضا الزيارات اللي تكون خارجية وانتي في الفترة الأخيرة كان عندك سيارة خارج الكويت كلمين عنها النيس اللي هو الشخص اللي قراردي يصمم البرنامج ده اللي هو تصميم الابتسامة سلاسي الأبعاد هو بادئ بقى له كذا سنة كان بادئ أنها تبقى 2D اللي هي مجرد صورة أبعاد 2Ward دلوقتي هو بدأ مع التطور وبقى الموضوع فيه قبول بقى داخل 3D أكتر اللي هو أنه يقدر يعملك سكان لعظم الفك يعمل أشعة مقطعية مع صورك فتبقي شايفها ثلاثي الأبعاد فعلا نقدر يعني كمان أصمم الابتسامة من خلال وانا شايف العظم كمان حجمه وكل ده تبقي قاعدة قديني وقاعدة بتعملي يعني أنت كمان ممكن تدخلي معي في التصميم نعم بتشوفي عندي الايباد أدخل الصور ودخل كل البروغرام وكل الداة الفيديو كمان بصورك فيديو رقمي كل دي داتا بتخش على البروغرام وانا سبوت بعد أصمم معي كل ده هي هذه التقنية اللي يسمها ديو سبيك ديجيتال يعني أن لا 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 نحن نشرحها هذه أكثر يعني حتى للحين يمكن احنا ما شفناها على أرض الواقع يمكن تشتغلين فيها حضرتك دكتورة فحلو أن نحن نوضح حقا سادة مشاهدينا الطب واي التطور في عالم الأسنان صار أبسط من ما كان عليه قبل يعني صحيح ديو سبيك ديجيتال الفكرة كلها في القزاية دي أني أنا بحاول أشرح أنه زي ديو سبيك إنجلش فالهو ديو سبيك ديجيتال هي الفكرة كلها أنه من أول ما بتخش لحد ما بخلص معيك هو كل حاجة كومبيوترايز إيضا من أول حقنة البنك ديجيتال ديجيتال حتى اللي بي يعني إحنا عندنا المفروض أنه الحاجة الأسنان بتتعمل على إيد فنيين في المعامل دلوقتي لأ أنا بصورك وبصمم ودخل على الكمبيوتر الكمبيوتر هو كمان اللي بيقصها وبيزبطها وممكن تستميها فتكون دقيقة جدا أدق أدق بسي إحنا نقدرش أبدا يعني نقلل من أو نسكيب جزئية الفنيين إطلاقا زي العربيات العادية والروج رويز فما أصدي دي ليها مميزاتها ودي ليهم مميزات صحيح بس فديو سبيك ديجيتال اللي هي من أي تو زي أنا أبي ديجيتال لأنني أتقفين ما رح ينطلع لي كل شي دقيق ما رح تقفين لحطة يعني ودي أتكلم عن إبرة البنج بعد الديجيتال وش كيف ساعدتكم في حل مشاكل للفوبيا من الإبرة دي بصي حل جذري حل جذري وليها مميزاتها وبرضو ما نقدرش نستغنى عن العادية ويتشز إيه أنت أهم حاجة في حقنة البنج إيه الألم اللي في الأول صحيح أنت وانس إن كنت بنيكتي لو أخدتي بعد كده حقنتين تلاتة خلاص ما بتحسيش بأي حاجة أنت مشكلتك في الأولى فهي قرار دي شفتي زي إبرة السكر سكري وفيّاعة جدا إيه إيه وإنها خيبت بيه فعلا حتى لما كنت في أمريكا آخر زيارة كانوا بيكلموا عن الجزئية دي ممكن أعملك بنك أحطيلك البنك ده في أماكن معينة تبنجك الفترة بتاعت بس جزئية الشغل ما تبيش بعد ما مشيتي أربع خمس ساعات هذا أكثر شيء يقزم من واحد صد ونفس الشيء أنك أنت تدري تحركي شفايفك يعني أنت خركت من عندي أعطي تلاتة أربع ساعات بعدها مثلا طلع زيارة عندك عشا ما يبقيش بقى مثلا شفايفك متبنجة مش عارفة تأكل إطلاقا يعني بتبنجي في وقت معين في فترة معينة في أماكن معينة هتبنجلي تلاتة أربع ساعات اللي اشتغلنا فيهم وعمرهم هيغير على الفنكشن نعم إطلاقا يعطيك ألف حافية دكتورة شيرين فعلا استمتعنا معاك اليوم في هذا الحديث واستانسنا وايد في هذا التطور الطبي الكبير يعني اللي الحين حلنا كثير من المشاكل المفقية يا رب إن شاء الله ومنها للأعلى في مجالك الطبي وأنت دكتورة مميزة في مجالك شكرا لك دكتورة نورتين في شاي الضحى شكرا لكم وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم برنامجكم شاي الضحى يعطيك العافية أسماء شكرا فاطمة ونشكر كل سادة المشاهدين على المتابعة ونقول لكم مع السلامة شكرا لكم شكرا لكم